الموضوع أكتب طيب مقطار بيبا أحترم جدا شغل المايك والله العظيم المايك شغال شو؟ لا هم شغال تكلم الآن الحين شغال سيدتي كنت أقول كنت كان فقرة النقد فلاشباك قال زيدان تعال نصور صورنا أنا عسيري أحمد احنيف كان اتكلمون عني أنا أنا أصدمت أنه قاله أني أنا它 رحت قلت مختار قلت مختار أبغى أهرب حلو أنا مختار صديق لي أنا طالع أجيب الأغراض أجيب الأغراض سولفن إياه ومزحن إياه عادي جدا وقلت أنا بأهرب فأجي قلت لا أهرب لا قلت تعرف لما سولفن إياك مزح سأل فأجيب سأل فأجيب وقلت لأ أهرب طبعا الموضوع كالتالي جيت قلت يا مختار سألت عيالي في أحد دارة قالوا ما في أحد أحمد الرشيد قالوا ناير وقلت لأحد يدق علي قال أكلم ناصر وش عندك قلت والله عندي حاجة ما أخذ من الصدلية وشي قلت ما أقدر أقول أنا الصدلية ما أخذ لأحد أجيبها لي مرة بس خلت أجيبها لي حتى أكتبت شيء عام فقال لي ما أقدر قلت أعطي مفتح موطرة بأزرق وجي قال أكلم لدارة قلت أنا لدار أجيهم واخذ اللي يعطوني اللي بما يقصرون لسي أخذ يستحمنهم كل شيء يعطوني فمن أكثر تسأله يوم ما سيحضر أنا أستحمنهم المهم فقال يا أخي أروح أهرب يا أصال فنيها عادي قلت أتشدني عن شيء؟ أقوله دائما فهد قلت والله لو أهرب ما تجيبوني مو تحدي لهم ولا عدم احترام لكن يا أخي يحترموني أنا أحترمهم نعم قلت لا تكلمهم قلت لا تكلمهم يا أخي أستحمنهم أدق علي كل شيء بطلع قلت أعطني فتح قال لا والله قلت عادي أعطني وخلني هارب عسول فنيها ثالف واضحة كانوا دخلنا لعبنا بلوت هنا الساعة ثمان ونص عنا لعب بلوت أو ثمان طقنا بلوت الين عشر يا أولد تفاجئت اليوم في الأسباك أنه أنه أقول مختار بهرب يا أخي يفرض أني بهرب أروح أقولك بهرب أنا هطف فأروح أطبه فوقه أروح مش ذا الموح حرامي تخيل حرامي الدقبة ممكن أسرق ممكن أبره والله فهي عادية بس أخي ذات هالي تابعوني الناس وراي تابعوني يا أخي أنا حاشم مصدق كنت يا شباب فهد وذولا فهد وناصر قال والله إنا صدق فجاء عندهم مشكلة مع واحدة في طلعتان ما أكمد النقاش معهم فأجيت أقول لكم هنا أول شيء بعضك من أمهم أنت من الناس لو شوهه هو القدار والله العظيم يمصدق شايفت فالله اسمه فصدق يعني بس إنك هو الموضوع كبلط مكلاك موضوعك التالي ناصر فهد سعود الإعداد كله محترم معي ومعكم منعه حلو فهمت؟ فإيش؟ يعني يحرجونك تستحي حتى لو منك تستحي والله العظيم فأنا صدمت ورجعته في الكوفي شروم في الأشباك أسأله فأنا مختارة طاقت القنية قلت والله إلا أهرب والله إلا أطلع ولا تصيدني ما طلعت ورجعت للقنبلوت رقيت رقيت فأنا صدمت ورجعته في الكوفي شروم بسيطة بسيطة جدا بسيطة جدا ما يشكك فيه كميسا هذا الكف أه داري ما شك بس أخي في خاطري باقي أصدمت يعني تخيله سولفنياك أنا عارضة تخيله سولفنياك مثلا يا رجال والله ما انت بكفوا كينا نمزحنياك تجابه في الكوفي شروم قال أنت تقول لأخيك ما بكفوا كيف تبرر عن فرحة نتول شوف شوف زي كذا هي هنا معنك وفلاشباك هو محتر قريب تنصو شيء بتصيد أنا صح أني بتصيد ما لعك بس اسمع بقول لما أنه جاك نطاق في شيء كانت ملكتعشر ساعة لقد تبرر من نفسك وباطيك ملوم والله ثم والله شفت يا يعني حد ما جاك يعني شيء يحس يعني اتهام تحس أنه مسيء لك بشكل ما هو بزين أو أنه يعني مفترة عليك يعني مثل هذي أنت قيلها مزحة هو عادي ما عندك مشكلة ولكن حد ما طرق قلتها لهم وقتك اسمعني حد ما كذب عليك بس اسمعني حد ما كذب عليك ولا يعني تلفقه فيك بالتهمات باطلة والله يا الرابع انه اني مليت من طارية فلاشباك في فالريالتي عندنا والله أنا ما أبغى والله حتى مسألتهم قالوا حنا ندري مصدق أعطيك معلومة أعطيك معلومة لجنسنا جلسة هم طروا هم يا وعد يعني أوكي أول مرة ثانية مرة ثالثة مرة أنا ما ألوم الشخص والله ما ألومه خصوصاً اللي ما سوى شيء شفت؟ ويطروا لا ما أخذ حصانة ليس وقت وقال جاء بطر حصانة وقال تستعلي حبيب فهمت؟ ما ألوم الشخص ما ألوم الشخص اللي ينغثني أبهق لكن ما أود يصد الله أنا غريب أول شيء والله العظيم إذا تكلمت في إدارة ولا تكلمت في نقات هذه نصيحة والله ومن اللي فاتره وانا حالف على نفسي بشيذة تخرب ريالتي شفت؟ أنت ما يدخلك شكة وجبل ومعجب كلنا نعرفه والله ما قلت كنا لشي قلت لك لو شوفك بجمين فوق الدار ما أصدق لأنك معروف يا ميجي خاص إننا ذا الحين لنا أربعين يوم ما بعض ما بقال لي يوم وتعكمنا أربعين يوم يمدين يقول كم لك من رفيد زيقال يوم وليلا يمدينك معرفة وراه ودون عادوا شلونا أربعين يوم كلهم منا بخصن بعض فلا يدخلك شكة يا حبيب وأخوك بس أنا هادي تحت البت صح؟ هادي جدا تحت البت أنت هادي تحت البت أليس أنت هادي هادي بالربعة ياخي سوأ الله ياخي أعسم منك تقول أنا هادي نعم أنا هادي أنت هادي الله يهي يتقبل نبي نطرح يا جماعة أنا هادي تحت البت فكري يعني شيء عزيريا نهي تحت البت صح؟ لا بالنسبة للموضوع ابو سارة ما بعرج عليها ما تكلم لبيت لبيت حاج وشي كم مرة تكلمنا عن الكلام هذا وعن الثقة اللي حصلتهم بينكم وبن الإدارة من ذلك حتى لو هربت وجاء خبر أنا أثق تمام الثقة يقول العمر أنهم ما رح يصدقون أنك وش؟ غير أنك يقول العمر أنك محافظ وأنك مواضب على الحضور في الريالتي إلى أنك يقول العمر محترم وتحترم الله يرحمه ويلب المدح منك والله هنه ريكسات والله هنه ريكسات كيف أمرك طويل؟ لذلك والله هنه ريكسات والله تكبرت خربي لذلك ابو سارة لا يدخلك شك ومثل ما قال ابو محمد ذلاشباك مغربون تصيدون لونك قيلها من دون قصد زي كذا حذف علي قرور قلت الله يقطع قلت الله يقطعك بينه وبينه شيء ليه دعا عليه ليه وش السبب فلابد هذا عمل هم بيتصيدون بيتصيدون النقاط اللي محافظة وأنت جبل يا ابو شارة وكفو ومحزم ودرع جنب وملك الحصانة ومحزم وملك الحصانة وانت هو واحد نقاط ننزلين أصفح نعم نعم سويد على وجاسين هنا وأقول الرجال اللي حين منه يشتهر من نجح طلع فوق لسهم معمولة ما أبوه لك من النساهم يعني تجاهل أخويا سياراته، هنا تم إتكلم علي سيارة حلو سياراته دروبة اللي كان يروح لها ليه، ليه سيارة؟ أنا أعرج الموضع أحيانا نوم دحتني يا أخي أحيانا الشخص في مراحل عمره في كل مرحلة يتقدم منها بعام أو بعامين يتطور فاهمت فالتطور هذا قد يكون إيجابي وقد يكون سلبي ولكن أتكلم عن بعض الأحيان الشخص اللي تلقاه ينعزل على الناس بعد الشهرة ترى كثرة ينعزل إيه كثرة مثلا أنك تشوف الناس تبغىك وفهمت أحيانا تحس بقيمتك أنت كشخص فما تروح للمكان إلا اللي يستحقك فعلا هذا من المنظوم الشيء الثاني طال عمرك يمكن بعد الشهرة يجيك من الأشغال اللي ما تفضلت حق راسك فهمت ومثل ما ما سمعنا من أخوي أحمد اللي معادة اللي يقول أشغال ما تقدره لا مو معادة اللي الدرسنا في الأسفل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة